طب هل المشكلة وصححنا يا دكتور هل المشكلة ناتجة عن غياب لدور المحليات الفاعل ولا ناتجة عن أنه المواطن كمان مش عارف يعني أنا أفتكر وأنا صغار جداً كنا ناخد المجلس الشعبية المحلية وترتيبها وبداياتها من القرية وصولاً إلى المدينة وحاجة كنا بناخدها في المدرسة فكنا فاهمين ده وأتذكر كمان وأنا صغير أن أنا كنت مشوف انتخابات المحلية دي تلقى اهتمام شديد جداً زي زي انتخابات مجلس النواب وكلام من ده صحي إضافة إلى أنه موجود محليات وانتخابات محلية يقلل من حجم الأعباء على نائب مجلس النواب أو المجلس النيابية لأنه بيلتفت لدوره الرئيسي طبقاً للدستور ويترك كل مهمات الحياة اليومين للمجلس المحليين هل المسألة المتعلقة بالغياب ولا المشكلة أنه إحنا كمان ما بقناش عارفين يعني إيه مجلس محلي هي أعتقد كل الأسباب اللي حضرتك ذكرتها سواء ضعف دور الإدارة المحلية وبالتالي عدم شعور المواطن بأهمية هذا الدور واعتقاده أنه هو الحكومة المركزية هي اللي بتوفر له كل الخدمات واللي هي ممكن تحلله كل مشاكله أيضاً عدم وعي المواطن بأهمية الإدارة المحلية يمكن في دول أخرى اللي حدثت فيها ثورات زي دول أوروبا الشرقية كان المواطن هو اللي طالب بأن يبقى فيه حكم محلي قوي أو يبقى فيه لا مركزية على أساس أنه هم جربوا الحكومات المركزية ووجدوا أن الحكومات المركزية عندهم فشلت في تقديم الخدمات فكان هم اللي بيطلبوا بتطبيق المركزية وكان دا يمكن من أهم الدوافع لدى الدول دي في أن هي تهتم بتطبيق نظم قوية للإدارة المحلية أو للحكم المحلي عندهم فهي كل العوامل اللي حضرتك ذكرتها هل هناك نموذج ثابت لشكل الإدارة المحلية ولا إما دا بيتعلق بكل دولة على حسب خصوصيتها وتركيباتها الاجتماعية بالتأكيد يعني بتختلف نظم الحكم المحلي من دولة إلى أخرى نتيجة لاختلاف ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية فمش هنجد يعني نفس التطابق بين دولة وأخرى يعني لأن هي عملية زي ما قلت بتتأثر بالعوامل السياسية والبيئة الاقتصادية والبيئة الاجتماعية لكن بيبقى فيه خصائص أو ملامح معينة أو أسس معينة ممكن يبقى فيه تبقى موجودة في كل الدول أو في كثير من الدول إن وجود مجالس محلية تمثل المواطنين أو بتبقى بالانتخاب إن يبقى لها دور معين إن يبقى لها قدرة على تكوين موارد مالية ذاتية أو كده ممكن تختلف الأمور دية يعني ممكن تختلف حجم الاختصاصات من دولة إلى أخرى ولكن فيه قدر معين أو حد أدنى منه الخدمات أو الاختصاصات اللي بتقوم بيع الوحدات المحلية ممكن تختلف دولة عن أخرى من حيث درجة الاستقلال المالي ولكن على الأقل بيبقى فيه قدر من الاستقلال المالي موجود ممكن دول تعتمد على مواردها الذاتية أو الوحدات المحلية تعتمد على مواردها الذاتية بالنسبة كبيرة 60% فمع أكتر ممكن دول تبقى أقل ولكن على الأقل لأن الوحدات المحلية تبقى في إيدها سلطة مالية إلى حد ما تممكنها من القيام بتقديم أو توفير الحد من الأدنى من الخدمات أو بالقيام ببعض اختصاصات وبالتالي يبقى لها درجة من الاستقلالية في إطار معين يعني برضو ممكن الدول تختلف عن بعضيها في درجة العلاقات ما بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية وبذلك فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية أو علاقة السلطة التنفيذية بالوحدات المحلية ممكن يبقى في بعض الدول الحكومة أو السلطة التنفيذية من الحققة نهاية تحل المجلس المحلية ولكن تحل مجلس اتنين وفقا لشروط معينة زي ما هو موجود في فرنسا ومصر ممكن في دول اخرى زي الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا ما عندهم شي حق الحل يعني مش من حق السلطة الترفيهية أو رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء انه يحل اي مجلس محلي ولكن لو في مشكلة في قرار معين صدر من المجلس المحلي ممكن يتم اللي يجوء للسلطة القضائية او كده لكن ما تقدرش رئيس الوزراء في بريطانيا انه يحل اي مجلس محلي يعني او لو خرج حتى على السياسة العامة للدولة ممكن يبقى هنا اللي يجوء للسلطة القضائية ولكن برضو عشان يبقى الامور واضحة يمكن عندنا في مصر الدستور في المادة 183 عطل السلطة التنفيذية الحق في انها تحل المجالس المحلية وحط شرط مهم جدا انه اللي يجوز حل جميع المجالس المحلية باجراء اداري شامل او بمعنى ابسط يعني ما تقدرش السلطة التنفيذية انه تصدر قرار بحل جميع المجالس المحلية على عمول مظهرية لا او لكن تحل مجلس اتنين تلات يعني عدد معين ووفقا لشروط معين ده موجود زي ما قلت في الدول زي فرنسا ومصر ولكن اللي انا حبيت اأكد عليه ان ده ما منعش دولة زي بريطانيا في سنة 1985 تقريبا ان رئيسة الوزراء البريطانية في الوقت ده مارجريت تاتشر ان هي لما وجدت ان فيه يعني خلاف بينها وبين بعض المجالس المحلية في بريطانيا او اكبر ست مجالس محلية منهم مجلس محل مدينة لندن العاصمة وهي مش فقيت هتحلهم زي ما قلت هي لجأت الى ما هو من وجهة نظري اسوأ من الحل يمكن لو فقيت هتحلهم هتحلهم وفي خلال شهرين هتدعو يتم تشكيل مجالس او 45 يوم هتتم تشكيل مجالس محلية جديدة لكن هي عملت ايه؟ هي عملت مشروع خانون ورحت للبرلمان قدمته تم بمقتضاه إلغاء مش حل إلغاء المجالس المحلية لمدينة لندن العظمى اللي هي العاصمة وست مدن من اكبر المدن في بريطانيا ومعنى إلغاء المجلس المحلي في بريطانيا يعني ما عادش فيه حاجة اسمها لندن دي كوحدة محلية ولكن هي عبارة عن احياء فقط لكن مدينة لندن كوحدة محلية لم تكون ست مدن التانين لم تكن موجودة من سنة 1985 لتقريبا سنة 2000 لما رجع حزب العمال ومسك الحكم وهو كان طبعا اعتبر ان دي كانت موجهة ليه سياسيا يعني من جانب رئيسة الوزراء في الوقت ده فهو رجع المجالس المحلية دي تانية ومش بس كده هو خلى ان العمدة عندهم بدل ما كان بالانتخاب من المجلس المحلي لا بقى بالانتخاب المباشر من المواطنين زي الوقت المتحدة الأمريكية اللي هو بيسموه السترونج مير او العمدة القاوي عشان كده يمكن حضراتك بتيسمع كتير لما بيبقى فيه انتخابات لعمدة لندن او بتيسمع اخبار كتير عن عمدة لندن لانه هو طبعا بسبب انه هو بيمثل عمدة قاوي طبعا